أهلا بيكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدرسات الالتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرسة الثالث الصناعة في بلدي الفصل الدراسي الأول تابعوني على قناة العلم والمعرفة هالسؤال الأول أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة رقم واحد استخدم المصريون القدماء الكتان في صناعة أقولك الملابس السؤال رقم اثنين تعد صناعة الفخار والخيامية من الصناعات اليدوية السؤال رقم ثلاثة أنشأت الدولة المصرية مدينة متخصصة في الخامكة لصناعة أقولك صناعة الدواء السؤال رقم أربعة أنشأت الدولة مدينة الجلود في الربيكي في محافظة القاهرة السؤال الثاني أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد صنع المصر القديم الأواني الفخارية من طمي النيل أقولك العبارة صحيحة السؤال رقم اثنين استخدم المصريون القدماء الخشب في صناعة السفن أقولك العبارة صحيحة السؤال رقم ثلاثة استخدم المصريون القدماء الزهب والفضة في صناعة الزجاج أقولك العبارة خطأ السؤال رقم أربعة صنع المصريون القدماء بعض الأواني والتمثيل من الزهب هذه العبارة صحيحة السؤال رقم خمسة الصناعات قديما كانت تتم في ورش صغيرة صحيحة السؤال رقم ستة تتميز الصناعات حاليا بأنها أكثر دقة وجودة هذه العبارة صحيحة السؤال رقم سبعة تنوعت المنتجات الصناعية بعد تطور الصناعة أقولك العبارة إيه صحيحة السؤال رقم تنانية تفتكر مصر لصناعة تجميع السيارات هذه العبارة خطأة السؤال رقم تسعة يوجد في مصر صناعات أو صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة موايد البناء هذه العبارة صحيحة السؤال رقم عشرة تعد صناعة الأغذية المحفوظة أحد أهم الصناعات في مصر قديما قديما طبعا يبقى أقوله العبارة إيه العبارة خطأ لأن طبعا صناعة الأغذية المحفوظة يتعتبر من الصناعة الحديثة السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد أحد المعادن التي اعتمد عليها المصريون القدماء في صناعة الحلية أول ما اسمع كلمة الحلية وبقوله على طول مين الزهب السؤال رقم اتنين إحدى الصناعات القديمة التي كانت تعتمد على الخشب الصناديق الأوان الفخرية الملابس الأوان المعدنية طبعا التي كانت تعتمد على الخشب أقول له مين؟ أقول له السناديق السؤال رقم 3 صناعة قديمة كانت تتم في الورش الصغيرة مواد البناء الأدوية الأغذية المحفوظة الفخار طبعا أقول له مين؟ الفخار السؤال رقم 4 أنشأت الدولة في الروبيكي مدينة متخصصة في صناعة على طول أقول له الجلود وطبعا صناعة الدواء اللي هي في الخنكة في محافظة القليوبية نركز في دولة السؤال رقم 4 أكتب ما يتشير إلهي لعبارات التالية رقم 1 تحويل المواد الخام المختلفة إلى سلع ومنتجات لسد احتياجاتنا أقول له مين؟ أقول له الصناعة سؤال رقم 2 صناعات تعتمد على الآلات الحديثة وتتم في المصنع اللي هي الصناعات الحديثة سؤال رقم 3 صناعات تعتمد على العمل اليدوي وتتم في الورش الصغيرة أقول له الصناعات اليدوية بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال رقم 5 صنف الصناعات التالية إلى صناعات مصرية قديمة وصناعات مصرية حديثة تجميع السيارات أقول له دي صناعات إيه؟ حديثة الأواني الفخرية قديمة الأدوية صناعات حديثة الأغذية المحفوظة صناعات حديثة الأجهزة الكهربائية صناعات حديثة الحبال صناعات قديمة الزجاج صناعات قديمة السؤال رقم 6 أكتب تفسيراً واحداً لكل مما يأتي رقم 1 تختلف الصناعات قديماً عن الصناعات حديثة إيه السبب؟ أقول لك بسبب تطور العلم والتكنولوجيا السؤال رقم 2 أهمية الصناعة الاقتصادي المصري أقول لك تعد الصناعة أساس التنمية الاقتصادية في مصر كمان توفي فرص عمل لكثير من المواطنين السؤال رقم 3 أهمية منطقة الروبيكي للصناعة المصرية أقول لك تم إنشاء منطقة صناعية لصناعته الجلود في الروبيكي السؤال رقم 4 عايز السبب أن تتحرص الدولة على إنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة أقول لك للحد من انبعاسات الغازات الدفيئة وكمان ترشيد استهلاك الموارد السؤال رقم 6 أكتب تفسيراً واحداً لكل مما يأتي رقم 1 تختلف الصناعات قديماً عن الصناعات حديثاً إيه السبب؟ أقول لك بسبب تطور العلم والتكنولوجيا السؤال رقم 2 أهمية الصناعة للاقتصادي المصري أقول لك تعد الصناعة أساس التنمية الاقتصادية في مصر كمان توفف فرص عمل لكثير من المواطنين السؤال رقم 3 أهمية منطقة الروبيكي للصناعة المصرية أقول لك تم إنشاء منطقة صناعية لصناعته الجلود في الروبيكي السؤال رقم 4 عايز سبب أن تتحرص الدولة على إنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة أقول لك للحد من انبعاسات الغازات الدفيئة وكمان ترشيد استهلاك الموارد السؤال رقم 7 ما النتائج المترتبة على اكتشاف المصريين القدماء للمعادن بالنسبة للصناعة أقول لك صنعه منها الحلي والتماثيل والأواني المعدنية وأدوات أزرع السؤال رقم 2 استخدام التكنولوجيا في الصناعة أقول له أدى إلى تطور الصناعة وزيادة الإنتاج وتنوع المنتجات السؤال الثامن أجب عما يلي رقم 1 ما علاقة بين صناعة الزجاج والرمال البيضاء عند المصريين القدماء أقول لك استخدم المصريين القدماء الرمال البيضاء المنتشر في الصحاري في صناعة الزجاج السؤال رقم 2 حدد المادة الخام التي استخدمها المصريين القدماء في صناعة المنتجات الأتاية الحصر أقول لك استخدمه فيها أو في صناعتها نبات البردي الزجاج أقول لك الرمال البيضاء السعر الرقم 3 دلل على براعة المصري القدماء في الصناعة أقول لك صنعوا من الحجر الأواني الفخارية والتماثيل السعر الرقم 4 قارن بين أهم الصناعات المصرية قديما وحديثا أقول لك الصناعات المصرية قديما كانت تتم في ورش صغيرة وتعتمد على العمل اليدوي زي صناعة الفخار والسجاد اليدوي والخيامية طيب الصناعة حديثا أقول لك تتم فيه المصانع تعتمد على أقلالات الحديثة زي صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربية السعر الرقم 5 حدد الكلمة المختلفة مع ذكر السبب الحبال الحصر الزجاج الورق طبعا أقول لك مين المختلف الزجاج أقول لك لأن المصرين القدماء صنعوا من الزجاج أو صنعوا الزجاج من الرمال البيضاء أما الحبال والحصر والورق فصنعوه من نبات البردي السعر الرقم 6 حدد أوجه الاختلاف بين الصناعة اليدوية والصناعة الحديثة أقول لك الصناعة اليدوية تتم في ورش صغيرة أما الصناعات الحديثة تتم في مصانع كبيرة السعر الرقم 7 وضح جهود الدولة لتنمية الصناعة المصرية رقم 1 أنشأت الدولة مدنا صناعية متخصصة زي مدينة الجلود في الروبيكي ومدينة الدواف الخانكة كمان أنشأت مجمعات صناعية صديقة للبيئة بتعتمد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة بكده حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التنميذ على الدرس السالس الصناعة في بلدي أدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الدرس لكي سيلكم كل جديد وإلى اللقاء